اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم قطاع الصناعات الغذائية بشقيه الأغذية والمشروبات بيعتبر من أكثر الصناعات كثافة في استخدام المياه ونظرا للتزايد مشاكل التلوث البيئي ناجمة عن تصريف المياه النتيجة من عمليات التصنيع الغذائي والذي لم تتم معالجته بشكل بسبب مشاكل ومخاطر كثيرة كان من الضروري إيجاد حلول علمية وأيضا حلول عملية لمعالجة المخلفات الصناعية وخصوصا مخلفات المياه اللي بتحتوي على الكثير من الملوثات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية من هنا جاءت فكرة إنشاء معمل مركزي متخصص في معالجة مياه صرف مصانع الأغذية ومقره معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية وده من خلال مشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار واللي بنحاول من خلاله إيجاد حلول علمية تطبيقية لهذه المشكلة لتعرف أكثر على هذا المشروع يساعدنا أن تكون ضيفة حلقة اليوم دكتورة منال سرور أستاذ هندسة التصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية والباحث الرئيسي للمشروع دكتورة منال بنرحب بحضرتك في البداية عايزين نتعرف على ليه مخلفات المياه النتيجة عن صرف مصانع الأغذية بشكل عام لها أضرار على البيئة بشكل عام أولا عشان عرف مياه المخلفات فبقول إن هي مياه جالها تأثير سلبي من صنع البشر أي تأثير سلبي ده نتيجة ملوثات فيزيائية وكميائية وبيولوجية الفيزيائية زي أي حاجة حجارة طراب أي مواد صلبة فيها العقارة اللون الريحة الكيميائية زي الشحوم والزيوت والدهون والمواد كيميائية معظم اللي هي المعدن الصقيلة موجودة في المياه البيولوجية نتيجة بعض الصناعات بتنتج عنها بكتيريا ممردة الحاجات دي كلها لما بتنزل في الصرف أو في شبكات الصرف بتأثر سلبا على الحياة وإنها بتطلع غازات سامة زي أكسيد الهيدروجين أو كابراتيد الهيدروجين ودي بتأثر على الصحة العامة للإنسان يعني مش على ما بيبقاش تلوث بيئي فقط ولكن بيبقى لها أضرار على البيئة وعلى صحة الإنسان بشكل عامة لأنها لما بتدخل الشبكات بيحصل تآكل بيحصل وجود الغازات دي فبتأثر طبعا عليه طب عايزين مصانع الأغذية بشكل خاص؟ مصانع الأغذية بشكل خاص إنها كل صناعة من الصناعات الغذائية لها مكونات المكونات دي بتختلف من الصناعة الأخرى فعشان كده بتبقى أكسر تعقيدا في عملية المعالجة لأن ما قدرش حط سيستم واحد يعالج كل الصناعات الغذائية طب بالنسبة لمشروع تصميم فلتر من السلكة لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية في الأول عايزين نعرف إيه هي مادة السلكة المستخدمة وفوائدها ومن أين جاءت هذه الفكرة أولا السلكة هي عبارة عن مجموعة من المعادن مختلفة في الخصائص بتتكون من السيليكون والأكسجين ودي بتنطب من الرمال اللي هي الحجرية أو الرمال اللي هي بنسميها زجاجية ساعد بنسميها كده السلكة أقدر أحورها زي ما أنا عايزة يعني أقدر أضيف لها مواد تساعدني في عملية المعالجة أقدر أحورها الأشكال تانية ممكن تساعدني في عملية المعالجة فبالتالي بتبقى سهلة في الشغل في عملية معالجة التجمية السؤال الثاني جاءت منين فكرة استخدام هذه المادة فكرة استخدام هذه المادة أصلاً لفكرة المشروع أساساً جاية من إحنا كباحثين بمعارة تكنولوجيا الأغذية كنا بنزور مصانع فكان في منهم اللي بيعالج وعنده وحدة معالجة وفي منهم اللي ما بيعالجش أساساً في اللي بيعالج بيولوجي في اللي بيعالج كيميوي فمن هنا جاءت فكرة إن إحنا ناخد تكنيك مش مستخدم في المصانع واخترنا مادة السلكة عشان هي سهلة التعامل معاها طيب الوحدات اللي بيتضمنها المعمل المركزي لمعالجة مياه الصرف خاصة مصانع الأغذية أولاً إحنا كمعمل مركزي لمعالجة مياه الصرف المصانع الأغذية بتكون معملين معمل قياسات وتحليل ومعمل مايكروبيولوجي معمل قياسات وتحليل ده بيتم في جميع القياسات الكيميائية وفيزيائية اللي بتتم على المياه سواء قبل المعالجة أو بعد المعالجة كمان معمل مايكروبيولوجي هيقيسل حاجات الفيروسات والبكتيريا الموجودة في المياه طبعاً قبل وبعد المعالجة وبالتالي أقدر أكون سيستم ونظام معالجة للمياه كامل أقدر بيه إن أنا أدير المصانع ويبتدوا يشتغلوا عليه في إدارة المخالفات طيب الهدف من هذا المشروع تحديداً؟ هدفنا كان في الأول إنشاء معمل مركزي طبعاً عشان يحدد القياسات المطلوبة للمياه سواء قبل أو بعد المعالجة أيوة إن إحنا نقدر يعني نحط data base للمصانع خصوصاً المصانع الأغذية data base ده بيديني فرصة إن أنا حط تصميم أمثل لفلتر لمعالجة المياه وتصميم أمثل لواحدة عادة التدوير المياه مرة أخرى فده بيدي للمصانع لكل طبعاً صناعة على حدة حيتعمل الكلام ده وبيدي فرصة للمصانع إنها تقدر تدير المخلفات عندها طبعاً فيه أهداف بحسية الأهداف البحسية دي اللي هي عن طريق المشروع بقدر أتعاون مع الجماعات والمركز البحسية والشركات فيه تطبيق البحث بتاعي أو بتاعنا في الكفري أعمل طبعاً في المشروع بيدي فرصة إن عن طريقه إن أنا أقدر أجيب مشروع تاني لو نجح والدعاة يبقى أقدر أجيب مشروع تاني يساعدني إن أنا أستكمل القياسات اللي عندي فيه أهداف خدمية طبعاً هندي دورات تدريبية في مجال إدارة المخلفات للمصانع والمركز البحسية طبعاً والجماعات يعني إذا نقول إن الهدف من هذا المشروع تقديم خدمات لمن؟ الخدمات هتكون بشكل أساسي لمحطات المية والشركات اللي هي مصانع الأغذية أيوة وبشكل خاص لبقى المعاهد والمركز البحسية فيه عن طريق تحليل العينات شغل لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجهاد أيوة طيب العائد اللي بتتوقعه من هذا المشروع العائد إن إحنا بنأمل كفريق أعمل في المشروع إن إحنا يبقى فيه عندنا معمل مرجعي معتمد للقايسات الموجودة في المعمل الحمد لله معمل القايسات حيبتدي يشتغل خلاص ومعمل مايكرو في الطريق للإنشاء يعني قرب على وشك يعني وبنأمل إن المشروع يدرج عائد يفيد المكان ويصرف على نفسه يعني أقدر أجيب كيمويات أقدر أجيب أعمل سيانة للأجهزة بشكل إنه هو يصرف على نفسه يعني مش يعني التمويل حالياً طبعاً التمويل حالياً من هيئة العلوم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والاقتقار ده بالنسبة للمشروع لمدة سنتين مجرد ما تخلص السنتين المفروض المشروع بيدي الرعائد يعني بيبقى فيه عائد العائد ده من خلال خدمات اللي بيقدمها للشاكل آه بالزبط سواء دورات تدريبية أو تحليل عينات العائد ده المفروض إنه هو بيدي برضو فرصة للمعمل إنه يبقى فيه سيانة للأجهزة باستمرار فيه اعتماد للقايسات الجديدة عندنا بيدي فرصة برضو إنه نحن نكون يعني نعمل مشاريع تانية تدينا فرصة إنه نكمل بيها باقة الإيسات الموجودة دكتورة منال هل يمكن التنبؤ بمكونات مخلفات مياه مصانع الأغذية؟ ومكونات مياه مصانع الأغذية بالذات مختلفة لإن لها صفات مختلفة يعني البيتش أو درجة رحمه ده بتاعتها مختلف الأكسوجين البيولوجي بتاعها مختلف اللي هو البيتو دي فطبع ما قدرش تنبأ بيها إلا إذا استهبأ يعني فيه إسات بتبقى تتم قبل المعالجة وفيه إسات بتتم بعد المعالجة يعني نقدر نقول إن طريقة معالجة مياه الصرف بتختلف من صناعة الأخرى؟ أكيد طيب هل يجوز استخدام فكرة المشروع لصناعات أخرى؟ ممكن طبعا بس إحنا طبعا عشان تحت مزلط معالجة أغذية فمهتمين أكتر بالصناعات الغذائية لكن ممكن يستخدم في حاجات تانية زي إيه بقى؟ يعني ممكن يستخدم في المخلفات بتاعت البترول بتاعت الكيمويات الحاجات دي هتبقى بنفس القياس أو بنفس المقاييس؟ بنفس المقاييس اللي هي بس مش هتبقى بنفس المكونات طبعا هتختلف على حسب الصناعة اللي أنا هستخدمها أو اللي أنا هستخدم فيها المشروعي طيب من وجه نظر حضرتك إيه هو معيار نجاح عملية المعالجة؟ أولا معالجة المياه بتتم في ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة أولية ودي بتبقى عملية سكرينينج يعني زي تصفية للمية من الحجارة والمواد الصلبة والحاجات دي بعد كده بيبقى فيه أحواض للترسيب بيرسب فيها المواد العلقة وبعد كده فيه ساكندري اللي هو المرحلة التانية دي بتبقى عملية بيولوجي اللي بتحول فيها الأورجانيك لإن أورجانيك يعني المواد عضوية الغير عضوية عشان أقدر أتخلص منها وبعد كده المرحلة التالتة اللي بتخليني أتخلص من المواد اللي أنا معرفت وش أتخلص منها في المرحلة أولى والتانية زي المعدن الصقيلة، الدهون، بروتينات، الحاجات دي لو أنا وصلت في الثلاث مراحل دولة عن طريق المشروع إن أنا أقل التلوث في المياه بالنسب المسموح بيها يبقى أنا كده نجحت في عملية المعالجة هل بدأ التطبيق الفعلي للمشروع ولا لسه؟ نحن بداية نحن لسه يعني المعمل تدى يشتغل فكياس عينات بدين بقى في موضوع تصميم الفلتر لسه يا ذوبك هنبتدين تتوقع حضرتك تنتهي من أمتى؟ نحن خلال السنة جاي إن شاء الله نحن خلال السنة جاي إن شاء الله يعني قبل انتهاء المشروع طبعا المفروض المشروع ينتهي 22-8 أو سنة 22 فإن شاء الله قبل انتهاء المشروع هيكون العائد جاية إن شاء الله طيب بعد معالجة مياه مصانع الأغذية عالجناها هل ممكن المصانع تستخدمها مرة أخرى؟ ممكن إنها المياه أصلا بتعالج يأما بتروح في الصرف وده لازم عالجها يأما بتروح في الراي يأما بتروح في الصناعة تاني بعيد استخدامها تاني طيب إزاي نقدر نعمل تنمية الوعي البيئي لدى المجتمع؟ عن طريق الدورات التدريبية والإرشادات اللي نقدمها للمصانع للمحطة المية للجامعات للمركز البحسية في إدارة مخلفات مصانع الأغذية أو يعني في إدارة المخلفات عموما سواء صلبة أو سائلة طبعا إحنا في المشروع مهتمين بالسائلة لأنها بتشكل عبقة على البيئة لأنها كثيرة جدا يعني كمياتها كبيرة جدا ومصانع الأغذية كثيرة واستثمار الغذائي يبتدها يزيد فبالتالي فيه مخلفات أكتر فبالتالي بتشكل عبقة على البيئة طيب برضو هسأل حضرتك بالنسبة للتنمية الوعي البيئي والتأكيد على التنمية المستدامة وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى واستخدام الطرق الحديثة للمعالجة إزاي نقدر نعمل كل ده أولا معالجة المية مجال واسع جدا يعني فيه طرق كتيرة وفيه كل طريقة لها نظام والمواد اللي بتستخدم مختلفة طب حراكش راحلنا الطرق بتاعة معالجة المية؟ يعني فيه ناس بيستخدموا أو مصانع بيستخدموا كيمويات للمعالجة فيه ناس بيستخدموا شبة فيه ناس بيستخدموا مخلفات زراعية للمعالجة إحنا مثلا ندخلين في موضوع أنه نستخدم السيليكة فكل حاجة بيبقى لها طريقة وليها سيستم في النظام التصنيع بتاع الوحدة المعالجة فيها لها سيستم في اللي هو الفلتر اللي حيعملوه أو اللي يتعمل عن طريقه يعني كل حاجة لها نظام فطبعا التنافس فيه كبير يعني فيه حاجات كتيرة جدا أقدر أستخدمها في المعالجة تماما عشان كده مش سهل إن أنا أقول أنا ليه نظام معين هقدر أعلي دي أنا إحنا عن طريق المشروع بنحاول إن إحنا نطور في موضوع المعالجة بحيث أوصل لمية أقدر أسترجعها تاني أقدر أستخدمها تاني طيب دكتور مانال إيه اللي بيلقصنا في مجال البحث العلمي خصوصا في مجال معالجة المياه؟ والله إحنا محتاجين تشجيع للاستثمارات التكنولوجية والأبحاث التطبيقية وخصوصا اللي هي مجال علاقة بالبيئة يبقى فيه تطبيق من البحث يعني توفصيل ما بين البحث العلمي والمصانع بحيث أن أنا لما أجي أعمل فكرة أقدر ألاقي حد يطبقه هي الفكرة أن أنا أعمل مثلا مشروع إحنا الحمد لله معاني طبعا شركات في المشروع هتطبق لنا هتطبق فيها الفكرة ونسوقها بس في حاجات تانية ما بقدرش يعني لازم يبقى فيه اتصال ما بين البحث العلمي والمصانع بحيث الجهتين يبقوا مستفيدين أنا هستفيد أن أنا أطبق فكرتي والجهة التانية هتستفيد أنها هتستخدم الطريقة وتنجح معها وتوفر طاقة وتوفر فلوس المصانع بتتعاون معك في هذا المجال بعض المصانع أم طيب هل يعني حريك قلتي أن لازم المشروع يكون دي يدر عائد من وجهة نظرك فيه خطة معينة بالنسبة لأفراد القائمين على هذا المشروع حريك عضو أساسي في هذا المشروع إيه الخطة اللي أنتو درس يعني بيتحاولوا تدرسوها أو تحطوها علشان يقدر يكون هناك عائد وبشكل مستمر أولاً الخطة إحنا طبعاً من بداية المشروع إحنا لما جينا قدمنا في المشروع وفوزنا طبعاً الحمد لله بتدينا في إنشاء المعمل دي كانت خطتنا الأونية إن إحنا ننشئ المعمل أساسي ونطبعاً نجيب الأجهزة والحاجات الخاصة بالمشروع سواء كيمويات أو زوجيات عشان نبتدي الشغل بعد دي المرحلة الثانية إن أنا أبتدي الشغل أبتدي بقى طبعاً إحنا عملينا ورشة عمل قريب عشان نعرف الناس بالمشروع ودي حتعرف الناس التحليل اللي عندنا والأجهزة اللي عندنا بحيث أبتدي أجذب الناس ناحية المعمل إن هم يبتدوا يشوفوا الشغل ويبتدوا يدوروا علينا ويبتدوا يحللوا عندنا الميا فدي الخطة الثانية إن أنا أدي بقى فرصة إن أنا أجيب عائد منه عن طريق الأساسي فيه برضو معها ماشيين في حتة الدورات التدريبية الدورات التدريبية اللي إحنا نعملها المصانع والشركات فيه دورات التدريبية إحنا نعملها للجامعات والطلبة المجلسير والدكتوراه بعد كده فيه عندنا تصميم الفلتر ووحدة عادة التدوير لو عدنا للحديث عن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إيه اللي بيقدمه أنشطه إيه؟ معهد تكنولوجيا الأغذية بيتكون من ثمان أقسام بحسية ووحدة المطبخ التجريبي ووحدة اقتصادية التصنيع كل واحدة بيتختص بتطوير في التصنيع الغذائي من أول المادة الخام لغاية التعباء والتغليفة فكل واحدة بتشتغل بحيث أن أنا أوصل بمنتج زوج جودة عالية وقيمة غذائية مع تقليل التكلفة بتاعته هاي دي الأنشطة بتاعته؟ آه يعني طبعا كل قسم ديه إنشاط كبير وواسع وخطة كبيرة يعني لحم أسماك خبز وعجين كل واحد مختص في الاتجاه بتاعوي وهل في شراكة مع أي شركة أو أي مؤسسة أخرى؟ بالنسبة للمعهد أم لا؟ آه بالنسبة للمعهد المقدرين المعهد آه بالنسبة لنا نحن في طبعا كتعاون بنتعاون مع المصانع في حل مشكلات طبعا خاصة بالمصانع في زيارات ليهم وهم بيزورونا كده هل دكتورة منال بيتفكروا علشان تقدروا تسوقوا لهذا المشروع وهذا المعمل علشان تقدروا تجيبوا عائد آه هل فكرتوا مثلا تعملوا معرض أو آه إزاي تقدروا تنشر الفكرة بشكل كبير علشان يكون هناك استجابة سريعة؟ نحن طبعا في الأول بنعمل ورشة عمل تعريفية بالمشروع بتعرف الناس بالمشروع زي ما قلت آه إحنا هنبقى فيه في تصميم الفلتر حاجة معملية يعني هنعمل حاجة معملية بروتوطايب كده معملي والوحدة التدوير برضو هنعمل حاجة معملية بحيث أن أي حد زيارة أو ييجي أو ورشة عمل نقدر نعرضها قدام الناس بتشتغل وبيشوفوها عشان يبقى عندهم قابليا أن هم ممكن والله المصنع ما عندوش مثلا وحدة معالجة أو مصنع هينشأ جديد يبقى عندو فكرة عن الوحدة اللي احنا عملينها ونقدر نسوقها هل فريق العمل كله لم يتم الاستعانة بخبراء من الخارج مثلا في هذا المشروع؟ لعندنا طبعا إحنا كفريق عمل طبعا من المعهد فيه أربعة بحسين وثلاثة ماجستير ودكتوراه فيه فنيين وإداريين فيه مستشارين عندنا من كل تهندسة جامعة القاهرة وفيه من كل تعلوم جامعة القاهرة وفيه كمان مستشار من أسبانيا ده بتعاون معنا وفيه المصانع اللي هي مشتركة معنا في المشروع كتطبيق فكرة وكتسويق يعني احنا بنتمنى لكم نجاح إن شاء الله في هذا المشروع وتقدروا تحققوا منه عائد كويس في الفترة القادمة يخدم المجتمع المصري في نهاية حلقتنا الدكتوراه مانال لأسرور أستاذ هندسة التصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية بمعهد بخوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البخوث الزراعية والباحث الرئيسي لهذا المشروع حالك شرفتين على شاشة النيل الأحوار شكرا مشاهدين انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم الإسبوع القادم حلقة جديدة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى